الان رح نقدم شرح بسيط عن كيفية ربط البيتي مية او حساس الحرارة اللي احنا نسميه الارتي دي رزيستر تيمبريتشار ديبندنت لاحظوا الحساس هذا بثلاثة اسلاك طبعا عملية الربط مالتها ان شاء الله اوضح لكم اياها بالمخطط لاحظوا هنا ثلاثة اسلاك ادي السلك الاول اللي هو الادخال الخاص بالاشارة وهذا هو الطرف الثاني للمقاومة اللي قيمتها 100 اوم هم يسموه بيتي مية لانه مقاومة قيمتها 100 اوم وبيتي لانه هاي المقاومة مصنوعة من المادة تتحسس تغير الحرارة على شكل تغير بالمقاومة وهذه غالبا مصنوعة من البلاتين لذلك هالحرف الاول وثاني بيتي من البلاتين يوم تمام هذه النقطة الثالثة لازم نسويها شورت حتى نمرر التيار بهذه المقامة ونحولها الى جهد يعني هذي عملية التحسس هي عبارة عن تغير بالمقاومة يصاحب التغير الحراري فإحنا هاي المقاومة من تتغير نمرر بها تيار بهذه المقامة تيار ثابت فمن تتغير المقامة راح يتغير الجهد فنحن نتحسس تغير الجهد على شكل تغير في قيمة الحرارة في هذه الحالة خلوا في بالكم شباب اي تغير كيميائي او فيزيائي احنا نحتاج نحول الى تغير كهربائي اما تيار او جهد وحتى التيار لازم نحوله إلى جهود حتى الـ A2D Converter يحوله بطريقة صحيحة لاحظ هنا أنا هسه الطرف الأول والثاني المقامة هو هذي سلكين الأحمر والأبيض هذا السلك الثالث هو اللي رح يمرر الطرفين المقامة هو الأول والثاني هذا الأحمر والأبيض الطرف هذا الثالث هو حتى نحن نمرر تيار في هذا المقامة حتى تتحول قيمة التغير بالمقامة إلى تغير بالجهود ويتحسسها الـ A2D Converter ويطينها على شكل رقم ديجيطال إلى الـ PLC هذا الـ RTD بعض الأحيان يجي بطرف رابع فيربطون كل طرفين سوية فيعتبر الطرف الأول والثاني هو طرفين المقامة ومرات تيجي بدل الـ RTD تيجي TC سموه Thermocouple هذا يكون بطرفين فقط طرفين فقط بس بيهم Polarity إذا قلبتهم القراءة تصير بالاتجاه الخاطئ لاحظ إذا هذا الـ RTD شباب رح تشوفون القراءة مالته موجودة هنا لاحظ إذا 25 درجة و7 بالعشرة لاحظ إذا لو أمسك هذا الحساس بيدي رح تشوفون هذا الرقم رح يبدو يزداد شيئاً فشيئاً شوف إذا هذا الحساس بدأ 25 وثمانية 25 و9 لاحظ إذا زيادة مالته بدأ تصير 26 لاحظ لأنه ماسكة بيدي درجة حرارة ايدي أكيد أكثر من درجة حرارة الغرفة لاحظ القراءات مالتنا بدأ تزيد لاحظ 26 سوصلنا و6 تمام وصلنا حساً لـ 27 درجة تمام ونفس الشيء بالنسبة لـ PLC الثاني رح يشوف القراءة مالته الثانية حساً رح أززم الحساس الثاني هذا ونشوف تغير الحرارة مالته شون يصير بالنسبة للقراءة في هذا الجهة لاحظ صارت 22 هذا تغير سريع لأنه ايدي شوية عرقت وتعبت فالحرارة أكثر لاحظ السهلانة تغير في مقياس الحرارة وهنا تلاحظ يبدأ ينخفض لأنه هنا رفعت ايدي من هذا الحساس شونه 28 و1 هي بعدها شوية مستمرة بالصعود بس بطيئة بعد قليل رح تبدأ تنزل هنا شوف عندنا حالة تبدأ تصعد تستمر 27 وصلت 27 و1 27 و3 لكن هنا نلاحظ ثبتت عند التقريبة 28 أو أقل حس رح تبدي بعث قليل تقل لأنه المنطقة الليان تشتغل بها شوية حارة لاحظ تقريبا استقرت على 28 و3 هنا أنا مستمرة بالزيادة 28 و3 28 و4 لأنه مستمرة أني في مسك الحساس فالحرارة تزيد عندنا باستمرار تمام لاحظ هذا الحساس الثاني استقر على 28 و3 يعني رح يبدأ بعد قليل يمكن يبدأ يبرد و يبدأ ينخفض شيئا فشيئا تمام هذي عملية قراءة الحساسات RTD الحساس من النوع البيتيمية طبعا حساسات كثيرة موجودة للحرارة حساسات كثيرة موجودة للضغط الرطوبة شدة الإشاع الشمسي إلى آخرين هذا كان مثال بسيط على حساسات ديجيتال حساسات أنالوج ربط شبكة دي سي اس من خلال اثرنت هذي يسموها الاي بي نت او يسموها الاي بي اثرنت اللي يسموها الاي بي الصناعي الشبكة اللي تتعامل طبعا كل واحد من هذي البيالسيات شباب إلى بي يعني اي بي معين لاحظوا حتى هذا السويتش كل منفذ بي اي بي هذا البيالسي بي اي بي هاي الشاشة الها اي بي هاي الشاشة الها اي بي والسبعة قليل رح استعرض لكم الاي بيات الخاصة بهذه الشبكة من خلال برنامج دي سي اي سوفت